موسيقى متلازمة رائحة السمك فش اودر سندرو او بيلة ثلاث مثيل الامين ترايميثيلمين يوريا هي اضطراب نادر يؤدي الى عجز الجسم عن استقلاب او تقويض مركب ثلاث مثيل الامين وهو مادة كيميائية ذات رائحة لاذعة تشبه رائحة السمك او البيض المتعفن او النفايات او حتى البول هذا الخلل سيؤدي الى تراكم هذه المادة في الجسم ومن ثم ترحيها عن طريق البول والتعرق وهواء الزفير النفس وبسبب رائحتها الكريهة ستتأثر علاقة المريض بالاشخاص المحيطين به وبالمجتمع كما قد يصاب بعض المرضى بالاكتئاب والرغبة بالانعزال التام عن الاخرين الاسباب ان السبب الرئيسي لحدوث هذه المتلازمة هو طفرة تصيب المورثة فهذه المورثة في الحالة الطبيعية مسؤولة عن تشكيل انزيم يقوم بتحطيم مركبات الحاوية على النيتروجين الموجودة في الطعام ومنها مركب ثلاث مثيل امين حيث يقوم هذا الانزيم بتحويله الى مركب عديم الرائحة اما في حالتنا هذه اي عندما تصاب مورثة اث ام او ثري بطفرة سينعدم او ينخفض انتاج الانزيم المذكور ليتراكم هذا المركب كريه الرائحة في الجسم مؤديا الى الاعراض سابقة الذكر ولا يخفى على احد ان لنوعية الطعام علاقة كبيرة بظهور الاعراض حيث ان هذه المركبات الحاوية على النيتروجين تنتج من قبل البكتيريا المتعايشة في الامعاء الفلورا من خلال هضم البروتينات الموجودة في الاغذية كالبيض والكبد والبقليات وبعض انواع الاسماك ومأكلات اخرى وايضا يمكن ان تنتقل هذه المتلازمة بالوراثة الجسدية المتنحية وذلك يعني ان الطفرة المذكورة يجب ان تتواجد لدى كلا الابوين حتى تظهر الاعراض بشكل واضح على طفلهما يتم تشخيص هذه الحالة عن طريق قياس نسبة مركب ترايميثيلمين الى ترايميثيلمين ان اوكسايد في البول ويجب ان نتأكد باجراء الفحص لمرتين منفصلتين اما بالنسبة للمعالجة فحتى الان لا يوجد دواء شاف لهذه المتلازمة وانما يمكن باتباع بعض التعليمات التخفيف من الاعراض ومن هذه التعليمات نذكر ما يلي تجنب الاغذية الحاوية على ترايميثيلمين والتي ذكرناها سابقا تجنب شرب الحليب المأخوذ من الابقار التي تتغذى على القمح او الحنطة لانه يحتوي مستويات عالية من المركب السابق اخذ جرعات منخفضة ومضبوطة من الصادات الحيوية لتقليل كمية الجراثيم المعوية بما يقلل انتاج الترايميثيلمين اخذ الملينات او المسهلات التي تقلل من زمن عبور الطعام في الامعاء وبالتالي تسرع وتزيد من طرح المركب المذكور في البراز اخذ المكملات التي تنقص او تنقص من كمية المركب المطروح بشكل حر في البول تناول اقراص الكربون او الفحم الفعال بجرعة 750 ميلي جرام مرتين يوميا لمدة عشرة ايام مع كلورفيل نحاس بجرعة 60 ميلي جرام ثلاث مرات يوميا بعد الطعام لمدة ثلاثة اسابيع استخدام صوابين جمع صابون ذات حموضة متوسطة بحيث تكون درجة البي اتش بين 5.5 و 6.5 فالترايميثيلمين مادة قلوية شديدة بي اتش يساوي 9.8 وهذا يجعله اقل تطايرا ويمكن عندها ازالته بالاستحمام تناول فيتامين بي 2 ريبوفلافين الذي يعزز من الفعالية المتبقية للمورثة FMO3 تجنب ما يحرض على التعرق كالاجهاد والتمارين الرياضية الشديدة ولا يعتبر استبدال او تعويض الانزيم الطافر انزيم FMO3 من الخيارات العلاجية المتوفرة حتى الان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر